اي افام سبور شيك مع امين دلنزا ماضي ساعتين وستة دقائق على اي افام مسائل نور مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور شيك حلقة ثلاثين ثلاثين جان في الفين وثلاثة عشرين نفس الموعد من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة من الثلاثين في الجمعة مرحبا بالنس كل يسمعوا فينا على الهفريقنص بتاعنا في كامل انحاء الجمهورية تحيلي تابعوا فينا على الفاش فيسبوك راديو ايفام التاج ايفام سبور والايفام تي في على يوتوب في بث متواصل اربع عشرين على اربع عشرين حق اليوم لحديث في على مباراة الجولة الرابع اياب ماتش الكلاسيكو في سوسا ازمة ملعب رادس المنعرج الجنوبي والمنعرج الشمالي وحرمان الترجي من ثلاثين الف متفرج كريم السعيدي وتصريح حول تجربة فينورد الهولندي اخر انتدابات النجمة الساحلي المهاجم ياسين الشماخي مونديال الانديا اخر استعدادات المغرب وحضوظ الويدادة البيضاوي في المسابقة مع تصريحات مهدي النفتي سبور شيك مساعتين ماضي 3 مرحبا اي افم سبور شيك تقس بيردو ثلج بخدر الميزون دوت شكري والله بالحق انا جبتك خاتر نقرب لك شوية في نبوه او من تيلي ازادة كميم هليش الرجل العميل حمدوله مكش الرجل العميلة ما حمدوله لا 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 جميع مستوي عالي شوف الحمدوله بعض الكوره صورت موش في قبلنا بعض الكوره كوره ليه ليه خاطره تعرف روه ما عندي سيدة ذايا مقابلك سيدة ذايا ما شاء الله يالي سمعت وين اقبيرك تحكيتي وايات شفت التليفونيت والعباد اللي تكلم شخصيات شخصيات مغير ذكلا مالي قالك شكل كلمني محمد سلامة يتغيب اليوم اللي عقد صفقات ولا ما عارش أنا شنو بشي عم محمد سلامة يذول يسافر بشمشي وي جي سليتي شمال محمد سلامة وين كلمه كل يوم تلقاه وكيبي يرجع لكتار شنو بعد خمسة تسجيل قالك اخر مرة ضايع تليفونه وكانت مسافر في باريز ولاوي ضايع تليفونه نا عادي جدا عادي جدا منشري تليفون جديد من أعلى تراح كيف كيف الكابتن الكابتن يتسمى نا كابتن امتي عدا كابتن خالد حسني صديقنا معنا معنا أنا وياك اسمعت بي بشد رئيس بلديتهم من الف هو روي كان يتقدم يربح دوفي اسمعنا محتى منافس سختو مع المعجبات معجبات ترشوك هو روي لحقيقة الكابتن أنا اللي بنات يسئلوني على الكابتن في الشارع يقول لي سلام على الكابتن الكابتن نحبوه برشا سورته وعنده شعبية كبيرة مع الجنس اللاتيف مش نحكيه على الكلاسيك وأكيد ومباراة الترجي لينزل ضيف على النجمة الساحلي في ملعب سوسا إلى حد الآن انتجه التعادل السلبي سفر سفر تقريبا عشرة تقايق لعب لكن قبل ذلك نحكيه على مدافع مر بالبطولة للتونسية تقمص أزياء الاتحاد المونستيري الاتحاد المونستيري في سنوات الأخيرة الفريق اللي توج بألقاب الفريق اللي ينافس كل من الترجي النجم والنادي الأفريقي الاتحاد المونستيري اللي يلعب زاد على المستوى القاري ويشرف تونس في المسابقات الأفريقية يشكون مدافع ذاية بتبيع أكبادو مدافع الاتحاد المونستيري سابقا يلعب في رانس انتقال بلجيكا ثم الرانس البرح عدا مباراة كبيرة خالد البرح أكبادو يوقف مبابي كان شفت الكلام معناها والتفاعلات الفرانسيس فيما يخص أداء أكبادو ذات البيجي والله صحيح يمين لحقيقة المناعب هذا كان ناكرة غاسا الاتحاد الرياضي المونستيري اللي لنسيتو وعطاتو الفرصة بشلعب في البطولة التونسية وكما نقول أنا كي واحد حتى إترانجي يجيل تونس ويعم برفرمانس كبيرة كيما البارحة في البرح موش سهل بشتر بشتعمل نول مع بي اي جي في الدقائق الاخيرة معناتها باللي سهر متاحها ميسي مبابي نيمار والحاجة اللي اللي لفت انتباه الملاعب هذا اللي معناتها بالسرعة متاع مبابي ووقف مبابي وكان تحصل على نوت 6.3 معناتها سافي بليزير معناتها حتى كل إزيكي بيش تتبعوا ببعض الماتش هذي يقولوا كل يلعب يلعب في مستير في شامبيونها بتاع تونس معناتها هذي كل نقاط خطف ملاحظة على المنزل مبابي مبابي تشيئ مبابي لحاجة كليان مبابي هذا جوهر رائع في النبو متاع PSG بارشة مدفنسارات في العالم و بارشة دي مليو تيران مريز موشيشه دو مبابي تحقيقة مانيها فهو ملعب بمارب البطولة تونسية موات لحادة مولاستيري انو يعمل ماتش كبير امام باري سان جرمان وملعب قديم كليان مبابي تسمع مانيها ردود الأفعال متاع الجورناليست متاع الكرونيكور في فرنسا حتى الفان معناها متاع PSG يحكيوا على ملاعبي اللي قدم مستويات كبيرة والحقيقة رو الاتحاد المونستيري في السنوات الأخيرة كل واحد ياخذ حقه وقعد يعمل في انتدابات ممتازة يجيب في ملاعبية اللي مهمش معروفين اكاديمية سان بيدرو يعرف يسوقهم يشوفوا أكبادو طوافة ما أمرو كيف قاعد يقاطفوا السنوات ممتازة في تونس تبتدر عم جاينا قاوة في نادي القطري وعندك اوهاولو روجي اللي موجود في الرجاء ملاعبية اللي قاعدين يخرجوا من البطولة التونسية عنا برشة رو الحقيقة كانت موجودة معناها في تونس ملاعبية ملاعبية أفارقة من مراكز تكوين مختلفة ملاعبية 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 لا كيف كيف الطالب قاعد يقدر في مساعدة كبيرة أسمعنا بارشة كلام على عروض وملاعبية كبيرة قاعدة تابعة في الملاعبية ما نشوش معناها ملاعب صغير وبصير تونس كبيرة في روحه ونسجل الهدف الأسبوع هذا، شفنا التقلق زادة متاع مليعبيتنا، سرتوه معناها تحول طوى المليعبي العيدوني مشى اليوم برلين مع سخيري سخيري قال ليل اليوم، قال ليل اليوم خطر يعرف اللي هو ذول متاع سخيري لزادة كيف كيف روفان مبارشة حديث على فرق أوروبية كبيرة ومحتنة معنا دورتموند اي اخر فريق ممكن اني مهتم بالياسسكي عنده حاجة مخير حاجة بيه برشا ليون خير من كونر بسر ليون فريق لهذا عديد البطولات ومتنساش حاجة خاد ماكتعرف، هو كان يلعب ديجا في شامبينة دو فرنس، يعرف شوية الو نيفو، ببتتر هو يلوج على انادخد شالانج خاطر كان في موبيلي وبعد شال المانيا، ببتتر يلوج شوية على شامبينة وممكن ان تزيد الأجواء وينمتوا أكثر في البونتس ليجا، والطبول كان نمشي دورتموند ينجم وعليش ليه يكون لياسس خيري في صفوف أحد في رقق البريمير ليجا بلاعبي أثار ضجة كبيرة في كأس العالم الأخيرة، لاعب المنتخب المغربي عزدين وناحي ينتقل رسميا الأولمبيك دو مرسايا مقابل عشرة من يونورو، سمعنا لويسان ريكي، ما قال على عزدين وناحي والكابتن، وحتى نحن كلها في البلاتو قلنا أن لويسان ريكي هو لهذا كوتت عزدين وناحي سمعنا أنه ماشي لأفسي برسولون، ثم سمعنا نابولي، لكن عزدين وناحي يختار لهم بانسور كي جيش هيدا معد مدرب كبير كي ماليو سري كي تحب ولم تحب بش الكوتت متاع الملابي تطلع الحقيقة هو الحقيقة عادة كبيرة كان من أحسن المليو التران اللي في الكوب ديموند رابيد، فيف، زيد أقبل كوب ديموند مع أونجي، هو البوتور متاع أونجي اللي يلعب ريليور هو البوتور متاعها الحقيقة رابيد، عنده دي كنترول قوي نيسر، كان تحب عليه نابولي، ما هو خير بشبقة في فرنسا عليش لي مرسي الثانية في الشامبيونات، تطمح بشتلعب تشامبينزيق عمي جي وتحب بولمتابش فيها سامية كبيرة في عديد الدوليين، عليش لي هذيك الترامبلان للفرق أخرى في البرمير ليغ قد تنجح من أكاديمية محمد السيدس، يمشي لسترسبور، يمشي الفريق في الان اين لها الدرجة ثالثة ثم يمشي لانجي ومنانجي لولمبيك دو مرسيشوك وقاعد ذلك اللي معناه استراتيجي متاع ولي بدي بها بدي خرج كما قلت اتمنى من مركز التكوين مع محمد السيدس وبعدها مشي لسترسبور، ومرة حاسية تشوف الفرق اللي مر بها، معناه يمشي بالتدرج بشوية بشوية معناه النبو متاعه قاعد يطلع كما النبو متاع الفرق اللي قاعد يمشي الظروف اللي عاش فيها، ومركز التكوين وكان بعيد شوية على عائلته، لنكن بعد كمشي لسترسبور، بطاة تلقى لدي دفكولتي حتى بشوف الظروح ويلعب أساسي تعرف مليعب الامبورطانس زاد انه يكون يلعب، مش الفريق يمشي أنا لسترسبور، ولا يمشي بيس جي، ونقعد معناه على الاحتياب، ولا أورليست، دونك هو اختار انه يمشي الفريق في النسونال، دونك يعاودي يرولونسي الكارير متاعه، وبعد اترافير عنجي، تاوه في مارسي، يظهر لي شواء كان انه ما يمشيش الفريق كبير، على الأقل يزيد يخذ أكثر تنجو، يزيد يتحسن أكثر خطر ملاعبي، تكنيك مو ملاعبي عنده إمكانيات كبيرة، سنجور بيركوتور، معناه برطان يلعب مليون تيران، لكن ديما يمشي فير لفا، دونك ينجم يزيد يطور من المستويات متاعه في مارسي، وبعد يشوف عرو حتى نقول لك، ما انت شوف قيمة 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 في المغرب تا محمد السادس، اللي حتى تاوه ما انت لنسمع عندي برشة صحابي غديكة، قال لك فيهم عديد من الملعبية وطلبينهم عديد من الفراق الأوروبية، وبرشة بشي خليهم يمشيوا غديكة بشتفورمية وزادة في فرنسا، ما انت ندال التوينسة معنات نحن الفيدرازيون، انه ما انت يجبنا نعطيه ما انت بلوز دنبورتانس لسان دفورميسيون ونحصنوهم وملعبية الزغارة لا، لا نحن نحسنو سانتر الدفورميسيون، نحبو سانتر الدفورميسيون كما محمد السادس، خطر انت شوفت برشة صدريا، شنو وضعيتو، وشوفت المنتخب المغربي الملعبية اللي خرجوا من أكاديمية محمد السادس، نحكي على نسيري، نحكي على اوناحي، كيرت، دوما كل ملعبية هذم كل، دولي أربع خمسة ملعبية التتولير اوناحي لانترى الوديد، دولي أربع خرج، اوناحي لسان دفورميسيون، دولي أربع في المغرب، هذا وهو الفاستÖ، مغرب الفتحة الريباطي، لديه ملعبية الكوكتب، استرادة جيدة برداثرباء، اوناحي لديهم ملعبية واحد من ألف تركيا، كما هو الوديسيون والفتحة الريباطي، غير أنت بسانية، اوناحي لديهم حتى في الكبسينيون، بلحدة عمر سوء ملعبية، دولي solidar، هم عملنا تجارة 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 بيزنس بيع فرمي وبيع فرمي وبيع كما حكينا زاد على باردول مالذي فاتت والشفر اللي مساورته بباردول وعقد لفرق تونسي الفاصل وراجعين مش نحكيه على ماتش الكلاسيكو مش نمشيه الزميننا المتواجد في سوسا محمد هدي بخوش انتم تسمون في اي اف ام سبورشي مع امين جلنزا على اي اف ام احلى غاديو ماذي ساعتين وعشرين دقيقة على اي اف ام هذي سبورشي كبير ما نحكيه لكلاسيكو نقولوا عيد ميلاد سعيد الامية مستمع وفية من ابو ذبي نقول لكم العام وانتي حيات خير هابي بيرتن مباراة الجولة الرابعة اي اب ترجي ينزل ضيف على النجم الساحلي في ملعب سوسا النادي البنزارتي النادي اسفاقسي تحت اطاوين امال الحمام سوسا هي للشابة الملعب التونسي المجموعة الثانية النادي الافريقي اولمبيك سيدي بوزيد مستقبل سلمان انتحاد مونستيري اولمبيك باجي اتحاد بن جردان نجم المتلوي مستقبل الرجيش نادي الافريقي متفوق واحد صفر على اولمبيك سيدي بوزيد نجم المتلوي اثنين واحد فائز على مستقبل الرجيش هذي المباراة الوحيدة لتغيرت فيها النتاج النجم يستضيف الترجي شكري ولا نقاص في المباراة هذه خاصة من جانب النجم الساحلي ملعبين مؤثرين يفتقدهم النجم الساحلي اليوم في المباراة نجم الساحلي بوغطاس نوالي والقدام كيف كيف ملعبي اللي عاول علي النجم الساحلي يسوته في الخطة اللي يلعب بها الاربعة ثلاثة واحد اللي هو بوتومان والشيخاوي كيف كيف الاصابة ان شاء الله نطمناوله يرجع بسرعة يا سين ملعبي اللي تونس كاملة تحبه ان شاء الله يرجع الميدين بسرعة أربع تغييرات في النجم الساحلي على مقابلة الكلاسيك والأخيرة ممنادي رادي سفيقسي لحد الآن يدولي القاتل ويزنوا النجم الساحلي قاعدين نتفرج في المقابلة ونشوفوا اللي مفميش معناه تأثيرات كبيرة إلى حد الآن في الغيابة تعالى نجم الساحلي الحقيقة معناه نشوفه في مقابلة مفتوحة هجمة بهجمة منزوز فرق ان شاء الله ناقصها الأهداف ان شاء الله نشوفه أهداف في المقابلة هذه قبل ما نمشي الخالد ونحكيه على التراجي نمشيه الملعب سوسا ونمتواجد زميني محمد هدي بخوش بالها مرحبا لك الخط مرحبا لك مرحبا لك مبارسة الكاملة كلاسيكو الأخصونا في التراجي رادي لأخصوكي و مرحبا لك مرحبا لك مرحبا لك مرحبا لك تجديد بوكين جانت على مرض آآ تألخ الحارس علي جمال كما قلنا مباراة القمل هنا في ملعب لنبيد سوسا سفر مقابلة سفر بنا تراجي واقع وبنا نجمة لساحلي مصطفيف وآآ تراجي رادي لأسوفي تشكلت الفريقين نبدأ بالنجمة الساحلي علي جمال في حراس المرمى يعني بريقي العودة إلى الفريق والعودة ككبس فريق بريق جمالي محمد أمين كشيس عبدالله رزق بوزراء وثير عبيد جاكين بي خليل الزيبة علي الزماء لؤي بنحقي وبونجون جادي بالنسبة لتشكيلة النجمة الساحلي لدربها المدرب محمد المكاشر نجمة في حراس المرمى معاذ بن الشفاية المباراة اللاساسة على توالي اساسي كهة الفريق بسين المريح عهاني عمام محمد بن عيم محمد دمينة بن حميد دافولي خليه محمد ابن الزمضان غايث الوعيب اللي خاتنا مكينو لللاعب قبل متابة مباراة بصعوبة بوزجريب وآآ أنيسل ببلي حمدو الوني وعيد بن عياد ترسل بلاتو في حضور جماهيري. اه غاب هنا في ملعب اولمبي في سوسا نحو ليه اليوم الغمع. و اه ما هنا جماهير غاب هنا تقريبا فمت 3500 متبرج اهنا في ملعب الاولمبي بسشل الراو مباراة ممتازة من بين اجريكايل حد الان مباراة اه واعدة اشالله الراو اه الراو اهداف الراو اه اه برشا زعب ممتازة اه نافي اه 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 سوسا غازون مش خايف باه غازون لعنبي سوسا في ارتفاع شكرا في الناس. باهي اه القازون بو بشي احكي فيه شكري اه الزعلاني بشي عملنا مقارنة معلي شايفو في المغرب بما انو شكري اه عاش اه في المغرب وخدم في المغرب شكرا ليك اه محمد الهادي بخوش اه خالط الترجل الرادي تونسي اه مع غياب غايلان الشعلي اللي شفنا معتازة دام كاساسي في المباراة الاخيرة المرهي دي معتازة دام على بنك الاحتياط اللي تارفاني للترجل يبدو انو اه ممكن اه يحمي في معتازة اه زادام اللي كان يلعب في النجم الساحلي ولا اه لم يرد المجاسفة ممكن بزادام في المباراة. ما يسعي عامين فيو مع انت الوضع متاع البلاد سورتو والديبلاسمون ومعتاز كان كما تحب كما تلعب التعرف كان محبوب جماهير عن نجم الساحلي خير اللي تارفاني بشي حطو على البنك. اه انت مع القرار هيدا? مع القرار هيدا. مع القرار هيدا خطر اقل على اللاعبين نسوتو متاع تارجي في المقابلة. اه خيرت ترتاح البدري على البنك وفي بلاستو المغربي بو جرين. اه ماتش الاسبرانس ما عنده حتى خيار كان مش تربح مش تقرب النجم الرياضي ساحلي. بتاع الزو سراقي اللي وجو عالبرمير بلاس في البلايوف خاطر الكاتبونة ديك مهمين برشا. اه للسباق عالبوتولة. اه الحقيقة الاسبرانس ديما تعرف جيري الماتش متاحها في سوسا. اه اللي طوال السنية. الحقيقة بالرئيس اثمان جنيح وخاصة بزيت جازيري اللي لهي بالانتدابات قادة تعمل في فريق ممتاز بالانتدابات جدودة بشيو اللي عنده فريق منتاز. اه ديما الكلاسيكو اه يتعدى تم مباراة مشاوقة. واشاء الله الروح الرياضية هي تكون مع انت احسن حاجة في المقابلة هادية. ونقطة بركة الملعب الراو فيه. مع انت داي ملعب مزلوك يتعاود مع انت الملعب يتراه من البره. نحن نحكي وتوه على الجزون على الجشيش على الاخضر في اولمبي سوسا الحقيقة. نقاط استفهام عديدة فيما يخص حالة العشبكة. او ليشوك. لا اوبيسان ديك. شوية جوية 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 على الكبير. نيوانس شوية. او لتكلفة ديك. شوف رو مش لكبيرة بنسبة اللي. متاورات مثلا ديرنيلموت حسن الجزوم يعني فما سارت خدمة لكني نشوفيه هنا تاول حقيقة. حسن. لكن ديما فما نقاص رو الملاعب سيه لازمهم اخصائي. لازم واحد ليه بالملاعب. البرح كنا حكينا هنا زادة مع. آآ اللي ليه بملعب مصفى بالجنات بالمونستير. نفس المقاولة اللي يخدم معناه في زون فيرت. كاف دعت الى هدمه. لا بارا ذاك. معناه نفس السيد اللي ليه بال. ما نشكه في الكفاءات بتاع الناس. لكن نفس الشخص اللي ليه بالليزون فيرت البرة. هو نفسه اللي مكلف بملعب مصفى بالجنات وارضية الملعب. مهو. مهوش كيف كيف. مهوش معقول. على خطر ما هو مش نفس الكاليتيت جازو. موش نفس الانتروتين. نوك الهنية رو لازم نتوجه الاختصاص. رو فما شركات خاصة لازم تكون هي. احكينا شوي على المغرب. احكينا على على الارضية في المغرب. الكاليتيت تختلف بارش. على خطر الملاعب في المغرب. فما شركة خاصة اللي هي آآ ماخذة آآ على عطقها. الملاعب الكل. خاصة ارضية الملاعب. والكاليتيت متاع الجازو. فما معناه دي سبيسياليست ودي زباري جايبينو من برة. وشركة. ما نجبوه سميه اسمه. لكن هي اللي هي. شركة اوروبية. لا شركة مغربية. شركة مغربية. لكن عندها ماخذة معدات اوروبية. ويجيب حتى اخصائيين من اوروبا. في بعض الحيان نبدو في في حس التمارين. يوخروا شوي التمارين لانه فما سيانة. وإلا فما عملية تفقد الملعب من قبل الشركة هذي. معناها ما تعتيك الملعب. إلا ما تبدأ الحالة متاعه. براتيك مو معناها ما قمنا بمقارنة مع الموجود في اوروبا. بنسبة لحالة العشب المغرب. لا لا كيف كيف. براتيك مو نفس الكاليتي. نفس الكاليتي. وفما حتى بعض الملاعب اللي. أفضل شوي على خطر. فما صور كتشوفهم. الحقيقة معناه في بعض الاحيان. مثلا ملعب بركين. أول ما تدخل. عندك الامبريسيون انه ملعب عشب استناعي. تلمو معناها العشب أخضر. والنوعية معناها. مو شكل تلقى معناها الأرضية صلبة. تلقى الكاليتي معناها ممتازة جدا. تخليك حتى تلعب الكورة. وتتمطع بالكورة. ما تلقاش ديفيولتي حتى في معناه في الكسوا في سورتو في في الفراب دبال. مش تلعب كورة اللي باس قصار كل. دونك رو هذو ما في كل مدينة تلقى زوز جدا ملايه عبره. شكري. اللي يغيدك أنه تقس متاع المغرب يشابال تقسنا. آآ الامكانيات هما أفضل منا. هذا واضح. معني في سنوات الأخيرة المغرب هربت بنا في ما يخص البنية التحتية. لكن فما إيرادة سياسية. فما فلانتي بوليتيك غير موجودة. هذيك هذيك. اللي واقف عن القطاع الرياضة بيدو هو محمد سيدس. اللي عمل كبير ع الرياضيين وع الملاعب وع المنشآت وع المنشآت. هذيك شنو ما بينتنا نحنا هو يهم. عنتهو محمد سيدس معتا إلا بارشا فلوس وصارف بارشا فلوس ع الملاعب وع المنشآت. نتعديه المباراة الافريقي ومستقبل اولمبيك سيدس بوزيد. عفوا النادي الافريقي منتصر واحد سفري اللي حد لان. النادي الافريقي بعد انتصار ضد مستقبل اسليمان. يبدو ان الافريقي على السكة اللي صحيحة. يعني خرج من مناطق الخطر خلينا نقوله ورجع يلعب يعني على المراكز المؤهلة البلايو. والله يمين نحب نقول حاجة بركة على النادي الافريقي. آآ اللي نلاحظه معتا نسا كلها وشكري يعرف زيدا. اللي الغياب التام للجماهير آآ في الكرة القادمة. الجماهيري ولا تتمشي تحضر المباراة الكرة السلة. بجا فما بوندرول. بوندرول. معانتها وذي الكرة في ساقين ملاعبية اللي هي بش ترجع ثقة جماهير. وترجع جماهير نادي الافريقي من عرفوها جماهير غافيرة في ملعب رادس. آآ نرجوش على المقابلة ما عش نقول انا في السكة الانتصارات خطر آآ ما زيت ألا با كونفيرمي. آآ يزمها الكونفيرم. يزمها تمشي للبلي اوف آآ ندي الافريقي مع يزمو يلعب على القاب. فيو القاعدة جماهيري الكبيرة متاع وفيو جماهير اللي عش نو عملته مع اللاعبين. يزم اللاعبين يتحمي مسؤولياتهم معانتها آآ في المباراة ويزميشي البلي اوف. ومعطي قدم مقابلات ممتازة مش ربة حوالي اثنين بش ترجعوا للسكة. يزمو معانتها برشة مقابلات كما رأوا في باجا آآ خمسة ستة ماتويت. وقتا نعم بداوا نحكيه على آآ رجوع السكة الانتصارات. باه تيوال مسيرتك شكري مع النادي الافريقي العزوف الجماهيري هذا الجماهير النادي الافريق على مباراة كورت قدم وتواجه المباراة كورت سل. الحقيقة عمورنا ماريناه الفينومانة ذايا لانه جماهير الافريقي كان ديما حاضرة وتساند الفريق لكن من حقه معنا الجمهور انه يقلق ساعات نظرا للنتائج السلبية المتكر. ذاك هو العامل الاساسي اللي خلل جماهير النادي الافريقي مع تمشيش للملعب اللي هو النتائج خاصة معناها زوز مقابلات اللي كان الجمهور يستنى فيهم في انتصارات النادي الافريقي تكبت زوزها زي امام الاتحاد بنجردان وامام الاتحاد المونستيري. خلات العباد كليا فقدت شوية ثقة في اللاعبين وفي النتائج الايجابية. لكن النادي الافريقي ديما رو قوته في الجماهير امتاعه ما ينجمش عيش بلا الجماهير. نتصور انا اذا النتائج يتحسن ويواصل النادي الافريقي. سلسلة الانتصارات امتاعه. اليوم ما هوش حاجة يمكن اللي مغشش عليه اكثر جمور انك تتمكن من العودة بزوز ولا ثلاثة انتصارات خارج ارضية رادس وفي رادس معانا ما تتمكنش مش تنتصر. موكذاك عليش الجماهير يمكن ام فقدت شوية ثقة في اللاعبين وفي النتائج. ان شاء الله بانتصار اليوم على الاقل ام نادي الافريقي يلكونفيرم شوية ام انتصارات اللي قاعد يحق فيهم. مفهم من ننسيه وش فهم مواجهة بين الانتحاد المونستيري ومستقبل السليمان اللي هو اه معناها قال لنا نقوله اه الفريق المباشر بالنسبة لان الافريقي في التراجح لمرحلة البلايوف اه لكن الى حد الان النادي الافريقي اه متقدم في في النتيجة ان شاء الله يكمل هكا يواصل هكا. وعلى الاقل بش يكمل بقيت الثلاثة مقابلات الجاية اه في ارياحية وناجم يتراجح لمرحلة البلايوف. به اه اه ذا فيما يخص مباراة الجولة نعطيكم النتائج اه ناجم متلوي متفوق ثلاثة واحدة على اه مستقبل الرجيش سحاد مونستيري واحدة صفر يتفوق على مستقبل السليمان نادي الافريقي واحدة صفر ذات اولمبيك سيدي بوزيد بخير المباراة لكل نتائج فيها السلبية والتعادل يفرض نفسه صفر صفر بين كل اه الفرق المتبقى. سحكيوا على بلاغ الترجي خمس ثواني. اشوف خيمة الزيترانجية اللي في مستير معنى كيل عادة ومارو بيفو لمركا معنى قيمة اللي يعطي الاضافة. يعطي الاضافة كما في ماتش الكليوب في رادز. مارو وصحب الهدف. ماركا معنى تقيمة الزيترانجية معتا اينا بنسبة لنا كجمعية بجيب لترانجية اما يكون. خير من اللي عندي خير من التونسي. خلي التونسي ولدي الجمعية. واضح. اه بلاغ الترجي وغياب الكراسي في المنعرج الجنوبي والشمالي شنوه الحكاية. وهل ستتحرك سلطة الاشراف نحكي فيه بعد شوائه. بلاغ الترجي وغياب الكراسي كما قلنا في المنعرج الجنوبي والشمالي. وحرمان فريق من ثلاثين الف متفار جذائع بلاغ الهبط. اه على صفحة الرسمية للترجي للتونسي. ترجي يطالب السلطات والحلوات الرياضي بمعالجة الموضوع. اه بانه الكاف تلب من الترجي وجود كراسي في اه الفيراج. الفيراج الشمالي والفيراج الجنوبي. الفيراجات الفوق مسكرين عندهم سنوات. من الى حد الان لم يقع اسلاح المشكل في ملعب. ارادس موضوع الشائك خطر ما نتصورش. انا كان الكراسي نجم ويرجعوا بين لي لون هنا. نتصور فيما بيل دوفر. نتصور فيما اجراءات. مجاكة نتصور انا خالد. انتي تعرف الامور هذه اكثر مستنس بالاستادات. ماشاء الله عندك مركز تدريب على اعلى مستوى. عندك مركز تدريب على اعلى مستوى. عندك كراسي يسكروه. يعطيهم لفضل مشكلة. يعطيهم كراسي. يسلفوا. دجا انا ودجا فاما فاما صور ينجموا زملائي عاديهم على اي اف ام تيفي نارف انتو ما تفرجوا فيما تشويه دونك ما كونش تشوفوهم على الاكران. اما ببعث لكم الى صور صور للكراسي. بعض من كراسي رادس يدوروا في كاريتا. في سليمان هذا يبحق في كاريتا والله الكراسي في كاريتا تنجموا تشوفوا المستمعين يدخلوا على الباش راديو اف ام والباش اف ام سبور كاريتا. فاما ثلاثة كراسي هاكا هاكا الكراسي. هذوما هما الكراسي. كراسي تم توزيحهم لعديد الملاعب في الجنوب في 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 كامل ارحاء الجمهورية. ومشتهو علش نحاهم الكراسي. باي. ابشو قولك علش نحاهم. من حس مصادرنا باي. لجنة لجنة تنظيم الانشتاء والتظاهرات اللي هي تابعة سلطة بعد مباراة في أفريل 2017 تضروا فيها أمنيين نحت الكريسي رأت أنه يلزم الكريسي يتنحها وغادي لي دواعي أمني الكريسي يمشي وتفرق في عديد الملاعب لكن الكاف مرتش مشكل لبقتها في تنحيط الكريسي 2018 2019 2020 2021 تلعب في يعني و2022 تلعب في ماتشويت ومصار حتى مشكل حسب مصادرنا الحي الوطني الرياضي مجات وحتى مراسلة رسمية من التراجي الرياضي التونسي قال لك يلزمني مراسلة رسمية شايفوا البلاغ لكن وجدتش مراسلة رسمية بشيراس بسلط الإشراف بسلط الإشراف ممكن تصلح المشكل هيدا هو غياب الكراسي في الرياضي تفضل الإشراف تفضل الإشراف اللي هين وزارة بلاي حاجة بركة تلعب في شان وملاعب جديد ومدرجات من أعلى تيراس والمغرب تلوش بستضيفة كاس العالم الأنديا وعاملة أبال بيش تهب تعمل الكوب دا أفريك ونحن ويعنوا كوب ديماد المغربية الزيرية ونحن مازلنا اللوج وكراسي ما هوش موجودين في الجرادان في عوض اللوج وفي حكايات أخرى ما تهمنا فهمت انتي تتوتنا هما توا يحبوا نحيو الكراسي بيش معاش سيرك الضرب وتنحية الكراسي انتي تخلي في الجماهير تدخل في الدبابز في الدبابز وتخلي في جماهير يوم هيئة النجم دعات الجماهير أنه ما يدخلوش في الدبابز ويأخذو يشيريو الماء ولا المشروبات الغازية في دي كوب ليه كما في قطر كما في قطر في كاس العالم ونوانه في قطر حتى كان دخل الدبابز باللار حتى حد ما مش يضرب معناه يبدأ بوزة باللار ولا حاجة ما انت في عوض نتليهو بحاجات ما أهم وليهو كيرثة ما انت الكافت نجم تمنعك مثلا من الاسبرانس ولا الجماعي اللي تلعب كوب دا أفريك تمنعك بشترع في راديس على خطر ما فيش موصفية الكاملة متاع متشويت الكبيرة كما توا منعب بن جنات ما تكيرثة كوراوية منعب بن جنات دعوة الى هدمهي قالك دعوة الى هدمهي ونبراح ننزمع في واحد قال من بنا في البلدية ولا منعرش في مستير قالك تحفة هما تنسيرو بشينا بقيمتو كو شاي بشي تنحا ومبلي هدمو هزد في الانكلتيركو بجماند مركانا هدمو دعوة دعوة قلي التحف اشراف الي هي وزارة شباب ورياضة وقتها مجدولين شيرني وزارة شباب ورياضة تدخل بش تنحي الكراسي على أساس معناها تقرير أمني. ولهنها توا مشكل معناها عندك كراسي موجودين جي انت تنحيهم بعد ثلاثة سنوات لازم يرجع الكراسي بش ترجي ولا فرق الأخرى حتى تتحق منسيري توا اليوم بليجي بش تلعب في في اليوم تعاود لازمك تعاود ترجع الكراسي ومبعد كي جي تقرير أمني نعوده نحي الكراسي مرة أخرى ما مش معقولة هل مش مش نعب في تزير ولا ولا ليبيا ولا موريتانيا ما نصور انا انا يظهر لي حتى انتي عندك ملعب تاع وحنا نلوجه بش نحصل الملاعب ومش بش نحي الكراسي وعلى اساس دواعي أمنية لحقيقة فما فما حاجات أخرين نجم انا نسكر المنعرج خلي الكراسي متاع ونسكر المنعرج وكذي صارت في حتى في أوروبا قاعدة تسير نجم يسكر البلوك اللي ورا معناها الكاج متعلي كي بمتاعك ولا الكوب بتاع بي اش جي ولا مرسي ونحكيو هكا نجم انت تسكروا المنعرج ما غير ما تنحي الكراسي يطول الخاطر عندك مشكلة تود ترجي بش يكون محروم من براتيك مو من عشرين ترجمهورو براتيك مو متفرج حاجة ما هيش معقولة فما فما أمور أخرى مش ديما نمشيو للحاجة القصوى احنا نحيو الكراسي بش نقعده 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 كي كمانا نحن نحن تشوف المغرب بنتي في الكوب دي مون دي كلوب كتكبر في التيرام طاع فتح الريباط خالي ماش نحكيو فيه باكثر باكثر تفاصيل المغرب يجب أن يساوى فيما يخص استعدادات المغرب لكأس العالم للأنديا زميلك السابق كريم السعيدي مدافع فينورد السابق يأخذ تجربة جديدة كمدرب في أكاديمية ومركز تكوين فينورد كنا نتحدث عني لأسبوع الفارج أنا تحصلت على كريم سجلت معه فيما يخص تجربته ونسمعه كريم السعيدي شنو أحكاه وخاصة على الديبلوم وأنت معني أنت وخالد زوز معني الديبلوم وشهادات التدريب التونسية اللي ما تنجد عم بهم حد شيء مالورزمون في هولانا نسمعه كريم سعيدي اليوم هذه ساعة جربعة فين برسي موهي عالي في أخر الديبلوم الـ A-PRO أذيك الـ A-PRO اللي عيطول الـ A-PRO بشكون لايف يعني على الزوز وفرونيات الكل اللي في في فينور بشي يعملها سورتيران بالواحد بالميكرو بشخص ذي يقعد هو فيه يقعد سورتيران ويجوه ويجوه كل المحاضرين نتاع الـ نحن الكامبيبي اللي هي الفيدراتيان واحد الهولندي ويلبسوا ديجا الواحد بالميكرو ويسمع نفس الكل اللي للبرة طعافين يثوروا ديجا يحفروا في تيران منطور وهو يشرح يسرح اللي يتعلموا الكل في الكورة وليتعلموا في الجامعة والقرايا وصورتيران ولا خطر هو روبر فين برسي يراني في الـ A-CES وممطن أجوان في الكيب رمي وممطن يعمل في سبيسي فيك متع لذاتها خطر ما هو العباتها ونورمال مو عم جاي بششد الـ A-D-Suite متع فينو منطور حضروها معنا طوى أخويا من السكوتينغ وقع الطعام في السكوتينغ وقع الطعام لامة في الفورمانس يو قالوا لي تحبش تجي تريني معنا وانا شون فضيين نستني فيها عندي برشة مشي طابت مصفر الحمدلله مين سمان تاريس بها هالسكوتينغ والخدمة متع كل الشهرين يكلموني دونك حبيت بالشيء بالشوي نبدأ بالشيء يذي ومن بعد قلت يا ربي سهل نرمي خيوتي قونا هنا بالعربي نرمي خيوتي خليتي على اقتباية الواحد اللي رابورم تاع كل باين حتى لذا كان ميك ينمشوا للأفريق ولا رجي يعطوا فيها دجا رابورم باين هذيك الكل تلمة تلمة تلموا وعيتوا لي صراحة قالوا لي قعدت معهم قالوا اش عمدك لدي بلوم قلت لهم انا عندي بلوم تعتون صباح ينسوين متوكل شكوبزة قالوا لي تحب تعمل دي بلوم هنا لهم نحب نعمل انا الطعاد هنا في هولاندا وماذا بقي نقط في الدمان التاعي وانا فرحاني ن попроб ، في department month اخر اما قالت ما ال Supertalk اللي كنت نخدم فيك ممممممممممممم مش جوي صراحة نحب ندخل هك كثاف الكورة نحب الراني مممممممممممممممممدي عمل ذك سنحب الراني نحب نقعد اسيستامة قالوا لي soy authority قالوا لي قالوا لي Patienten john tnear top قلتوا لي قالوا لي قلت ندخل أسيستان مع أنتونير يعلمني نتعلم البازيك ثم حاجات عندي إكسبرانس في الكورة كومان ديفونسورة بشيء نمدها موتيفين نحب نخدم نحب نتعلم عنديك وهذه كل لغة حاجة قالوا لي عندك قلت لي ما عنديش ديبلوم عندي نتع تونس ما يوكلش خبزة قيدوني ديجا في الوحد في ديراسيون وعندي تلجمعات نعدي في الوحد ديبلوم تاعي احتينا شوية الفرميسيون الفرق بين الفرميسيون في تونس الفرميسيون كل شيء أوليني خوي ومبعد هنا في هولندا لازمك تقرأ في الفيدراتيون اللي هي أوليني وممطون لازمك تعمل استاج بحضة انكلور طوانا الحمدولله استاج نعمل فيه مع الفينارد وهما ديجا بشي ينفسي وليانا خطر هما كل شيء بشي خلصوه والفرميسيون خبش تدخل تعمل استاج في فينارد سيبا فسيط حكيت مع ديرتك قالي الأولوية للجوارات اللي لعبوا في فينارد الأولوية للجوارات اللي لعبوا الكورة خطر اللي لعبوا الكورة يفهم الكورة خيم الواحد تبيب تكحك راسهم شاي بشي عدي ديبلوماتي فسيط يوم معي أونات ما بشي بشوية تبدأ بالأيكاتار تعلم البازيك تاخو ديبلوماتيك بسي شهر ماي إن شاء الله ناخو لديبلومتاي فكل فترة ديك متاع 3-14 هم وقت يقولوا لي عندي شانف بش نشد إيكيبا ولا تنجم عمي جاي عاود وينفزت علي أنا فرصة باية سراح أنا طوي كايني الراني ببرك الله أنت العربي الوحيد في الأكاديمية كريم آي ما فماش بارش عربا لما أنا عرش حتى عربا بحكينا شوي على الإمكانيات متاع للأكاديمية تقت الاستيعاب قدش من مدرب قداما صغير قدش من ملعب مثلا الملعب ما نحبش أوريك الملعب طوي ببرك الله قدامي ديجال 6 هذي في الكوان نقول نحنا الواسط في الأخرين لا نظمين نحن نظمين برشة تقريبا مقدش من ملعب في الأكاديمية كل موجود ثم إنديزانة ثم إنديزانة ثم خمسة سنتيتيك وثم الباقي الكل ديجال جزان ثم الكاتيجوري متاع من ثمانية سنين حتى كشي الـ U21 حتى انتي كل الكاتيجوري فيها فيها 20 جوار بلتاف خمسة ثمي وعندك دي جوار وعندك دي زنترنت يعملوا تقريبا في كل الكاتيجوري متاع الصغار وكل عمرة عنده انترمان متاع وكل عمرة عنده شارج متاع مثلا أنا سلب سؤال قلت له لم تترانوش U14 دفوع برسماء قالوا لي سيباله سيباله لم يترانوش يعني يبدوا من عمرهم ستاشنا سنين سنين وقتها ينجموا يعملوا مارتين في يعني يعني يعملوا دوبل فيانس في النهار في النهار أنا هذي حاجة ما نعرفيه حق العرب يعني توقع عندنا خوف المعلومات وهناك كل ثلاثة شهر كل ثلاثة شهر في كل كاتيجوري يعني باليزار بتاع تدريت التكنيك التم إيفايولاسيون تاع شاك جوار قبلش من ما تشلعب قبلش من بلوسير بعد ثلاثة شهر يجوه لشهر يقولوا انتي عندك لبيغوش متاعك لازمك اتحسنها أنا بشي نعمل لك ديزونترا مخصصصا لك الشيئ ذاك بعد ثلاثة شهر يعودوا يقضوا معها نفس الجوار ميالقاوش حاجاتي اللي قاعد يتحسن فيهم يقولوا لأخويا بعد يوفى العام على بره مبارش مغاربة هنا بارش مغاربة مبارش مغاربة وطلاثة شهر ثم واحد تونسي هنا رأو بشكل واطحين ملاعبة يزت قادي عمره شيسمه سلتي سلتي يعيطولو هنا سلتي نعرش كان مرة تكلموا عليه في تونس كغواء مركبون توبيعي يالعرف الإيجاز ويطل هذا كريم السعيدي التجربة حكي عليها في فينورد الهولندي خذيه وهم شارج شك نحنا في تونس الهولنديا متخذش ده بالراس البدرة وقت الكاف السعودية كيف كيف معني وقتها في البول بوست بتاع انترينور وانديركتور سبورتيف شوي اخذي وانشارج عمل دو ستاج واحد مع الميلن واحد مع الينتر. نحن يعني يمنوا بالكفاءات التونسية و بالمدربين التواصل و باللاعبين التواصل مع اليوم الظهر الكريم معني بعد مواصم ممتازة مع فينورد مالقرية اللي بدي عادي اللي ديبلوم بتاعه الهني روفام ديفيرانس كبيرة باللي ديبلوم. نحن علاقة. كوي الكاف والدجا والازياتيك وخالي مش نوصل الويفاء معني اخر. ان شاء الله ربي سهلك وتعم ديبلوم ويفاء. ان شاء الله والله ان شاء الله ده بديو حتى بالازياتيك غوي يا ربي سهل وبعد اتعديو للويفاء. ليش ليه خطر الحقيقة تشوف برشا موضوع داي حكينا فيه كنا حتى مع الادارة الفنية اللي كانت موجودة على خطر اهمية اهمية الكيفالانس بتاع الديبلوم انك تكون زادة على الاقل اه كاف ا اه تناجم تكون ايا فا بي. ايا فا بي ومو ولا سي. مش تناجم تناجم تخرج تعدي للي ديبلوم تي عاك البر. خالد مش مستحق اي جامعية مش تخلص عليه حتى ديبلوم بما انه ما شاء الله شي فردفير. اه الحمد لله. الحمد لله. مش مستحق ديبلوم اصلا. مش مستحق ديبلوم مش مش تري جامعية هو. يلا فاصلوا مش نحكيه على الشوط الاول لمباراة النجم ولا ترجي واستعدادات المغرب للمونديال وتصريحات مهدي النفتي. انتم تسمون في اي اف ايم سبورشيك مع امين جلنزا على اي اف ايم احلى راديو. ماذي ساعتين وثمانية واربعين اه دقيقة على اي اف ايم هذي سبورشيك انتيجة تغيرت منذ دقائق في ملعب سوسا بين النجم ولا ترجي الترجي. افتتاح انتيجة خالد عن طريق انيس البدري المتقلق في الفترة الاخيرة انيس البدري بارشا كلا متقال انو انيس البدري وفي بارشا كلا متقال انو انيس البدري يشكو من مشاكل بدنية اه اصابة اه ما هوش في فور ما هوش انيس البدري متاع 2018 ولا 2017 اه انيس البدري وسجل مرة اخرى الهدف شكون يتحمل مسؤوليته خالد. انا بالنسبة لي انا اه الحارس متاع الاتوال يتحمل سوريتو خاطر عمرها. علي جمال. علي جمال خاطر فليزابيسية متاع الكورة معتك يجي الكورة عمرك ما ترجحها قدام الاتاكون معتك كان النجم يعملها يخرجها في الكورنير. اه الحقيقة في قيمة الاتوال في الماتشوت الكبيرة مزمكش تعمل كنتر الاسبرانز مزمكش تعمل فوتا كيه اه بغلطة يتحملها واحده المسؤولية. وينيس البدري وسجل مجدد. نيسي بدري حكينا عليها مرني فيت قلنا اراه المنقذ متاع التهرجي. اه كما فهم مثال يقول اذهب عمره ما يصدد. الحقيقة طاوة في الكليكات ماتش الاخرانين قاعد يجيب في الماتشوت. قاعد يرجع وذيها نيسي بدري قيمة ثابتة ومن ننسيوش نيسي البدري يشعمل مع التهرجي خاصة في الكاس الافريقية ضد الاهل المصري. معناتها وذيها حاجة باية المنتخب اللي البدري يرجع للمستوى متاعه. شكري الهدف تعليقك. ببعو ما اجابش تحمل برشة مسؤولية للحارس زادة الكورة كنت فهم لكن زادة ارضية الميدان. وكنا نذكروا حتى هدف الملعب. هلت ميدان هي اللي تثبت في الهدف؟ بطهت رايوية خاطر عملت ربان قدام الهنا زادة غطاء مشترك حتى الديفنسور نرمال ما يجب يتبعوا الكورة. بتات رويس ونفوت دومان بتاع الجاردين بوت. لكن زادة الكورة ديفية شوية ومع الارضية اللي هي زي مكن زادت قلقت شوية الحافظ. شكري ما عنده اكسبرينس ما انت. الديفنسور صغار مزال الفرامور ما عندهم شكف اكسبرينس. هو عنده اكسبرينس. كان نجم يرتح الناس كله وحطها في الكورنير وكو. با انذا فيما يخص الشوط الاول من مباراة النجم ولا التراجي واحد سفر للتراجي هدف. انيسة البدري. حضوظ الوي دات في مانديال الانديا واستعدادات اه المغرب اخر اه مواضيعنا لليوم في سبورشيك. مهدي النفتي والحضوظ في مانديال الانديا مهدي نفتي مدرب الوي دات. ستة مباريات مقبل حتى هدف شكري مهدي النفتي. اه اربعة فيفري الوي دات الهيلال السعودي الهيلالي عنده تاريخ في المسابقة هذه الهيلالي المتعود على المشاركة في مانديال الانديا الفائز يواجه فلمينغو نهار آآ سبعة فيفري الاهلي المصري يواجه اوكلاند والافائز يواجه ريال آآ مادريد مهدي النفتي في تصريح له آآ لكن فما برشا خدمة تستنى فينا تسريحات مهدي نفتي راك فيه صحيح يظل معنى المقابلات الاخيرة متاع الويداد كانت آآ ما في قبلش فيها برشا اهداف آآ لكن زادة فما آآ لوم صغير على الويداد لانو موش قاعد يسجل برشا اهداف كيف كيف دونك هنا يمكن الخدمة اللي يحكي عليها مهدي نفتي آآ الويداد تاو اليوم آآ أفضل خط دفاع براتيك ماهو في الدوري آآ في المغربي لكن آآ في المقابل معناها بعيد آآ 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 الفار اللي هي الجيش الملكي بعيد عليه برشا في في الاهداف المساجلات الجيش والفتح آآ سناء موش ممتاز خاصة للجيش الملكي لكن كي ما قلت لك معنى الويداد ما تعود انه يكون نولاني في كل شي في في ناحية الدفاع في ناحية الهجوم خاصة في الناحية التهدفية مشكلة الويداد السناء في في المهاجم آآ منذ خروج من بنزل الويداد ما لقاش حل المشكلة الهجومية تمنت داب لم تكن زي الكامروني آآ قادم من بلشيكا برغم انه عنده عنده معناها لاعبين خاصة على الأطراف لاعبين ممتازين لاعبين عندهم إمكانيات كبيرة ونجم آآ آآ معناها لاحد من أفضل اللاعبين على الأطراف عندهم من مترجي سماعيل مترجي آآ عندهم مسافدين بوهرة ملاعبين ممتازين آآ بعض النقاص خاصة على مستوى الرأس الحربة هو الويداد جيم بنزل اللي مشي للطاقي كان هداف الفريق بعد خروج من بنزل ويداد اللي قام مشاكل من ناحية الهجومية في تسجيل الهداف جيم بنزل لبيعه الملعب التونسي مقابل ما يقارب مليار ونصة البلجيكا وقتها ثور فيه برشا فلوس جي تقريبا بمبلغ زهيد من الكونجو للملعب التونسي تسريحات مهدي النفطي حد ضغط نوعا ما على روحه قال أنه حضوظ نوافر الفوز بلا قبض مونديال الهندية والله هنا قاعد نتبع شوية في الويداد كما قال شكري عندهم مشكلة في الوجوم يخلقوا في الفرص سورتول بارح في الماتش كأسفر سفر خلقوا برشا فرصة ما فما مشكلة في الوجوه نقل له يا مهدي راو كياس العالم الهندية راو موسيال فما برشا جمعات كبيرة سورتول آهلي ريال مادريد ريال مادريد ريال مصر الآهلي حاضره أكثر من الويداد ريال السعودي ريال السعودي معنات زايدة الدكلاراسيون اللي عملها على خطر تعم في بريسيون تلوموا برشا على خطر تعم في بريسيون على روحك وعلى وعلى الجواريت متياك خطر تحط في فكرة الجماهير اللي اللي الفريق متياك بشي نافس على اللقب ولي انتم معنات الفريق متياك وحاضره 100% ولي هو نس كل تعرف اللي هما عندهم مشكلة في الهجوم أوكي ديفونسيف ما قويين عندهم مدفعين قويين وسط ممتازين أما عندهم مشكلة في الهجوم بها تنسلك سؤالتي هل يقدر مهدي النفتي على تكرار انجاز فوز البنزارتي نهائي مونديال الأندية مين الجامش مين الجامش يعمل على فلمينجو مين الجامش غريل على فلا مين جامش أنا حسب معرفتي الكرة شوية مين الجامش خطر تبعت الديد ونعرف مين الجامش مين الجامش منين على المكانية الفريق قطر وقتها لرجاء عند سيفوز بنزارتي عنده فريق ممتاز هجومين خاصا وقتها كان كان هناك فوروم متولي مع برشة ملاعبين ممتازين الحقيقة الوديد مزات ماشي حاضرة استعدادات المغرب لمنديال الانديا الشكري وانتي تعرف البنية التحتية في المغرب حكينا شوية حطنا في الإتار النزل في المغرب أنا مثلا ان عمري مشيت المغرب النزل الملاعب شفنا البوس ما شاء الله على أعلى مستوي البوس لي حاضرهم للفرق عطينا فكرة على الأمور التنظيمية في المغرب من المغرب يعطوها شرف تنظيم كاس العالم الانديا ديجا زوز ملاعب اللي مش تحتضن المقابلات تنجا والربات اللي هما ملاعب الملاعب ضلة بالربات وملعب ابنو بطوطة بتنجا سكروهم الملاعب هذوكم عاودوا أرضية الملعب عاملوا تحسينات في الإجرادان في التوسكي زادوا في المقاعد ديجا هما منقبل الأرضية الملعب ممتازة والبنية التحتية ممتازة معنى الفيستير توسكي فيستير توسكي كونيكسيو انترنت ما في الطعب فاما كرة شروط ديما الفيفا معنى تلزم الأندية اللي بش تنظم إنها تكون موجودة ديجا موجودين هما لكن قبل بشهر تقريب إنه شهر ونصف غلقوا الملاعب الاثنين زوز في رقلي تلعب الاتحاد تنجا والجيش الملكي يلعبوا خارج الملعب الملعب بمتاحهم لأنه خلوا الملاعب هذية مخصة لإنهاء كاس العالم الأندية نوع كتحذيرات كبيرة زادوا في تقل استيعاب ملعب تنجا ملعب ممتاز أرضية ملعب ممتازة جدا حتى الفراق بش يكون من أنجح من أنجح أنه نسخم كاس العالم الأندية حتى الاختيار على زوز مدن مدينة ساحلية اللي هي تنجا معناها فيها فنادق على أعلى تيراز تقريبا معناها أقرب مدينة معناها الإسبانيا تقريبا معناها مبينم معناها مذيق جبل طارق في موحيط أطلس وموحيط أول بحر عبد المتوسط بالفيري ساعة ونص تلقى روحك في إسبانيا يظهر لي الاختيار كان صعب لأنه يمكن يستناول لأنه ممكن شكري نتفعل معك شوي خاطر رينا توتن ذي ممتاز من الجزائر في مسابقة الشان اللي تتفوق فيه المغرب على الجزائر هو الجانب هذا السياحة وجانب السياحي صحيح وجانب السياحي وحتى اللوجستيكي كما قلنا معناها القرب المسافة معناها بين بين طنجا والسبانيا حتى المشاجعين بتاع الريال مادريد يكون أسهل بالنسبة لهم ولأنه تقريبا في كل مدينة موجودة كراهابهم يجيوا مرحبا بكم كراهابهم وفاما الفيري براتيك مو كل ساعة وفاما زاد الفنادق على أعلى طراز وكيف كيف الرحلات الجوية براتيك مو على مدار 24 ساعة موجودة فاما مطار في طنجا مطار في الريباط مع الربط بين زوز مدن عندك البوراق قطار السريع اللي هو يربط بين الريباط وطنجا تقريبا يحب ساعة ونص مش تخلط معناها تناجب تفرج في زوز مقابلات في نفس اليوم موك الأمور هذي الكل خليت إنه المغرب بش يظهر لي بعد النسخة اللي نظمها المغرب ولي كان فيها الرجاة معناها من الأبطال لأنه ما فازش باية ولكن موصيف بصل للدور النهائي دباي المنتشو خذوا على عتقهم إنه متكون النسخة هذي الأفضل على مستوى التنظيم ولي بش يزيد حاجة مزيانة اللي هو الجماهير المغربية اللي بش تعمل إضافة كبيرة قرنة كؤوس العالم الأخر انتظارات أنه المونديال هذي يكون على مستوى أسمى أمين تحسى كونكورنس وليت ما بين هي وتزير سورتول كأس العالم هذي بجيج ديركتمان بعد الشان لحقيقة ما نتبش يعملوا افتتاح حاسما يحكيوا طيرة برشة بجيبوا المغني ريدوان ومعهم مغنيين مغاربة يحبوا يوريوا زادة تاريخ متاع المغرب الافتتاح ثقاف المغربية والإرث المغربية نشحت المغرب وقت فوزي بنزارتي مع الرجاية نشحت في تنظيم كأس العالم الانديا تصور نجاح باهر يعني نتصور بش تجي ستوب بعد البرفورموس على المنتخب المغربي في قطر بش تجي كأس العالم ممتازة للغاية نتمنى النجاح لأشقائنا المغربة أيضا في تنظيم كأس العالم الانديا بش نمشي بش نمشي سيبوا ماشي معايا خطر انت خبير بشؤون المغرب تلت حق بنا الدكتورة هجورة هجورة مرحبا سبا والله انت عندك معرفة بالأمور التباية أكثر من عديد الأطباء احرام عليك انا تعلمت منهم انا تعلمت منهم مشال عليك هجورة حمد لله حمد لله امراض القلب عند الأطفال امراض القلب اللي انترسي واللي مهتم بالموضوع هذا هو امراض القلب عند الأطفال يسمع هجورة من ماذي ثلاثة للأربعة في ألو ايفم شكرا لك هجورة خالد شكري نور في الإخراج وسام في العداد ايمان في ايفم تيفي وامام الوستاتي وامام القربي في السوشال ميديا تسمعوا الأخبار بعد شوية هجورة في ألو ايفم قبلهم تجي مالك العبيدي احنا قبل غضو نفس التوقيت مساعدين ماذي ثلاثة باي باي